بداية في هذه الخطوة الأمريكية أنتقل إلى الرباط والأستاذ محمد أحمد قين الأستاذ الجامعي كلنا تابعنا هذا الصراع وهذا الشذب والجذب ما بين البيت الأبيض والكونغرس ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة طيلة الشهور الماضية لكن الآن أن تتفق السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات الأمريكية على اعتبار أن الصحراء هي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية ربما هذا له دلالة كبيرة طبعا الأخ يوسف أظن بأن هذا القرار لا يمكن عزله عن التراكمات التي وقعت في نقول ستة أشهر الماضية ويعكس حقيقة قناعة مفادها ببساطة أن من يناصب العداء للمغرب حول قضيته وحدته الترابية هو دولة الجزائر ودعني حقيقة أمر بعجالة على ست تراكمات أعتبرها إيجابية وهي فعلا انتكاسة لمن يناصب المغرب العداء كما قلت أولاها في شهر أكتوبر الماضي تقرير الأمين العام للممتحدة ومجلس الأمن أيضا الذين قالوا بصراحة وخصوص في تقرير الأمين العام قالوا بأن الجزائر لا يجب أن تفوت سلطاتها لكيان غير دولة إلا هو جبهة البوليساريو هذا يعكس بداية انكسار ذلك الوهمة التي كانت تقدم جبهة البوليساريو على أنها ممثل وحيد وشرعي لساكنة الأقاليم الجنوبية وجاءت بداية لمصار سيؤثر كل التراكمات التي ستأتي من بعد ثانيها كانت تسويت البرلمان في يوم 16 شهر يناير والتسويت الثاني من 13 شهر يناير وأيضا قرار المحكمة الأوروبية برفض طعن جبهة البوليساريو التي حاولت أن تطعن في شرعية المتفاوضين حول هذه الاتفاقيات مرورا أيضا بتحييد موقف الاتحاد الإفريقي وبالخصوص مجلس الأمن والسلم الذي لم يدرج قضية وحدتنا الترابية في تداولاته ولا في تقريره الأخير وصولا للقرار الأمريكي فأقول بأن القرار الأمريكي هو جزء من هذه التراكمات مع أربع فاعلين دوليين وقواع أمام منها الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية كما جاء في المداخلة من سبقاني من الزملاء هي فاعل مهم تشكل جزء من مجموعة أصدقاء الصحراء على مستوى مجلس الأمن لديها دور هام في صياغة القرارات على مستوى مجلس الأمن والتأثير بالقرار الدولي هذا التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يعكس كما قلت بادي الأمر قناعة ناصخة بأن من يتكلم باسم الساكنة من له شرعية التفاوض والترافع عن قضايانا الوطنية هو الدولة المغربية